السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتوا بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان والنهاردة حدوتة رمضانية من مصر يترى مين حاكم مصر اللي كان مسحراتي يترى مين الحاكم اللي خلى رجال الجيش يكونوا مسحراتية ويصحوا الناس لتناول وجبة السحور كتب التاريخ القديمة بتقول لنا الحاكم مصر وكان مسحراتي هو عنبسة ابن اسحاق الذي تولى حكم مصر سنة 238 من الهجرة الرجل دا كان متواضع وكان بيحب يمشي من القصر بتاعه لحد المسجد وايضا كان في شهر رمضان بيمشي على رجليه ويعدي على البيوت ويقوم بيقاظ الناس السحور ويلوهم تصحروا فان في السحور بركة رجل متواضع وبحب شعبه حنقول لكم مين الحاكم الحاكم مصر وخلى رجال الجيش يقوموا بيقاظ الناس لتناول السحور هو الحاكم بأمر الله وهو من حكام الدولة الفاطمية وكان بيخلي رجال الجيش يعدوا على البيوت ويقوموا بيقاظ الناس ويقول لهم تصحروا فان في السحور بركة يبقى عرفنا مين حاكم مصر اللي كان بيحب صح الناس للسحور ومين الحاكم اللي خلى رجال الجيش صحوا الناس للسحور وكل عام وأنتم بخير ولمزيد من المعلومات حول التاريخ أنا جمعت لكم المعلومات دي من كلام الباحث الاثري أحمد عامر وهذا كلام نشر في موقع الإخبارية في موقع العربية للأخبار وأيضا في كتاب قديم اسمه القضاء والولاء لمحمد ابن يوسف الكندي المتوفى سند 353 من الهجرة وكل عام أنتم بخير وإلى اللقاء في حكايات رمضانية جديدة ومتنوعة وعاد الله على الجميع شهر رمضان باليمن والبركات اللهم بارك لنا في هذا الشهر واغفر ظنوبنا وسمحنا وإلى اللقاء في حواديد تاريخية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته